السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في قناة يوميات صومة المصرية والنهاردة معنا فيديو جديد وزي ما انتوا شايفين اكلها تعمليها والبيت كله هيجري وراكي وعايزك تعمليها من اول وجديد تاني بس بصراحة طعمها تحفة وشكلها خطير زي ما انتوا شايفين احنا هنعمل النهاردة المصفوفة بس مش هنعملها بالطريقة التركي احنا عندنا المصري ام الاجنبي احنا هنعملها النهاردة بالطريقة المصري او بطريقة انا اللي حبيت ان انا كلها بيها وحبيت ان انا شاركوا الوصفة بعد ما جربتها بيها طعمها خطير جدا يا جماعة طبعا المصفوفة اللي التركي لها شكل والمصفوفة اللي انا هعملها النهاردة بالمصري هيبقى لها شكل وريحة وناكهة وطعم مختلف تماما 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 عن التركية يلا بينا نقول المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه معايا كده اول حاجة زي ما انتم شايفين نص كيلو من اللحمة المفرومة ومعايا كمان اللحمة لازم يكون فيها نسبة من الدهون وكمان معايا معلقة توم بودرة معلقة بصل بودرة معلقة بابريكا وكمان معلقة بوهارات مشكلة ومعلقة فلفل اسمر وملح ومكعب مرأ ومعايا طبعا بطاطس شرائح وبتنجان رومي شرائح وفلفل رومي شرائح وبصل شرائح وتمطم برضو شرائح معايا كمان الصلصة ومعايا التوابل بتاعتها عبارة عن توم ومعلاقة صغيرة فلفل اسمر ومعلاقة بوهارات مشكلة ومكعب مرأ وشوية ملح وطبعا نص شفشأ من الطماطم المضروبة في الخلاط وهنبتدي بسرعة كده نروح نشوف اول حاجة هنعملها مع بعد ايه هندي للبطاطس يا جماعة نص قلية البطاطس الشرائح بتاعتي هديها بس نص قلية مش هديها لون بالشكل اللي انتو شايفين وده هنزلها بقى في زيت يكون طبعا سخن كويس جدا وهنقلبها يعني بعد دقيقة واحدة بس هنقلبها على الوش التاني تكون بس خدت اللي هي نص سوا ما استاوتش سوا كام وهنبتدي نعمل برضو الصلصة مع بعد هننزل كده بالطم بتاعنا زي ما انتو شايفين اه طبعا في مادة دهنية زيت او سمنة اللي تحبيه يتكون سخن قوي بمجرد ما هينزل كده على طول هيلون وهياخد لون اللي بكويس وعلى طول هننزل عليها بعصير الطماطم بالشكل ده وهنديها كده تقليبة زي ما انتو شايفين كده والبطاطس بتاعتنا شغلا الناحية التانية وهنبتدي ننزل كده بالتوابل بتاعتنا بس انفرفت كده مكعب المرأ الاول وننزل كده بكل التوابل والملح بتاعنا والناحية التانية البطاطس شغلا معانا انا بس بديها تقليبة كده علشان قبل ما تاخد لون زي ما قولنا انا مش عايزها يتاخد لون انا عايزها نص سوا وده شكلها الدور اللي طلع قبليها شايفين نص سوا وكمان مش واخده اي لون فالص ادى للسلسة بتاعتي كده تقليبة علشان ندوب كل البهارات فيها وهنبتدي بقى نسبها لغاية لما تتسبك معنا زي ما انتو شايفين ده شكل البطاطس اهو الدور اللي انا بطلعه بوريه لكو شايفين شكلها عامل ازاي نص سوى يعني تكون لسه مبيضة شوية وهننزل على طول بعدها بالبتنجان بالشكل ده البتنجان برضو هنسوي يا جماعة نص سوى انا كان عندي البتنجان المفروض البتنجان بيتقطع شرايح يكون حجمه صغير شوية بس انا عندي البتنجانة لقيتها حجمها كبير فاسمتها بالنص بحيس ان انا اخد الطرف اللي هو من فوق المدور بس وبعدين هنبتدي ندخل بقى على اللحمة علشان اه نعملها مع بعض طبعا البهارات بتاعتنا كلها احنا قلناها هبتدي كده افرق المكعب المرأ اول حاجة وهنزل بكل البهارات بتاعتي من غير اي بقسمات ولا اي حاجة هي اللحمة ما شاء الله هتبقى كويسة ولو عندك بقى يعني رشد بقدونس يبقى انت كده عملتي الصح علشان خاطر انا البقدونس لقيته خلص عندي فكملت من غير بقدونس بس عادي يعني حتى لو مش عندك مش مشكلة مش هتفرق ونبتدي كده نقلب اللحمة كويس جدا بحيس ان البهارات تدخل في كل حتة في اللحمة ملاقيش حتة وحتة موجود فيها يعني بهارات وحتة دلعة كده ومش حلوة هنقلبها كويس وننعجلها بأدينا علشان كل البهارات تدخل فيها وبعد ما هنقلبها كويس هنبتدي كده ناخد حتة صغيرة نعملها دواير كده قد عين يعني عارفين انتو عين الجمل قد ايه قدها بكده بالضبط ونروح فردينها بالطريقة دي تبقى كده مبططة كده بالشكل ده ونحطها كده في طبق علشان تبقى جهزة معانا على طول هون يساوي بس الاطراف ولو هاسينا حجمها كبير شوية نقللها الطبق فيه شوية زيت ده الطبق مطرح البطاطس اللي احنا طلعناها يا جماعة علشان بس ما نوسخش يعني موعين كتير وهندور كده هو بالشكل ده ونفردها نبططها كده هوت هتبقى بالشكل ده وده هيبقى شكلهم بعد ما خلصنا الكمية كلها ما شاء الله الله اكبر عملت كمية حلوة قوي نصف كيلو هنبتدي بقى وجبنا كل المحتويات بتاعتنا بقى حوالينا علشان نبدأ نرس اول حاجة هناخد كده معلقة من السلسة بتاعتنا او مغرفة قصد فيه ارضية الحلة وطبعا لسته السلسة سخنة فيه ارضية الصينية بتاعتنا ونفردها كده كويس طبقه كده مش مش كتير قوي يعني طبقه خفيفة وبعدين نبدأ ان احنا نرس الخضار بتاعنا اول حاجة هنجيب بطاطسايا وبتنجانة وبصلايا اقصد حتة لحمة طمطماية ودي شريحة بصل وكمان عليهم واحدة من الفلفل هنشوف الترتيب بتاعنا اللي احنا عملنا ايه ايا يكن اي ترتيب هنعمله وهنبتدي ان احنا نرس بنفس الترتيب الحاجة بتاعتنا كلها بصلايا طمطماية وعليها واحدة حتة من اللحمة وكمان بطاطسايا كمان قطعة بتنجان وارن الفلفل اهو بالشكل ده انا نسيته فهي هحطه طبعا هنكمل كل المصفوفة هي تسمت مصفوفة علشان احنا بنعملها كده صفوف ورا بعضها هنكمل بقى بنفس الطريقة تاني نفس الرصة هنرسها من اول وجديد نفس الرصة هنعملها كل مرة ونعملها كده حوالين بعضها لغاية لما نخلص الصينية كلها بالشكل ده هتبقى معانا الصينية بالشكل ده تحفة يا جماعة وشكلها جميل وتحفة يعني هنبتدي نجيب بقى الصلصة بتاعتنا على طول وننزل على وش المصفوفة المصفوفة المصري يا معادتش بقى تركي خلاص التركي بيحطوها الحاجات كلها نية حتى الطماطم بيدربوها في الخلاط ويحطوها نية لا احنا بقى هنعملها بالمصري بالمسبك بتاعنا بالكلام الحلو والحاجات الجميلة علشان ان شاء الله هتعجبكم لما تجربوها جدا هنسأساقها كده كل واحد بقى على حسب ما يحب اللي حابب صلصة كتير اللي حاببها تكون ناشفة كل واحد على حسب ما يحب وهبتدي ان انا دخلها الفرن هتقعد في ارضية الفرن حوالي 10 دقايق وبعدين هفتح عليها الشواية تاخد لون ومش هتاخد وقت كتير لان معظم الحاجات مستوية نص سوى وهتطلع بقى بالمنظر الجميل جدا ده طبعا الكفتة طعمها روعة والبطاطس وكل حاجة شربة من بعضها طعمها تحفة 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 جربوها على ضمانتي هتعجبكم جدا ولما تجربوها اكيد هتقولولي في الكومنتات تحت ايه رأيكم فيها وجربتوها ولا لا وتبعتولي استوار بعد ما تجربوها وتعملوها على صفحتي على الفيس يوميات سومة مصرية برضو وان شاء الله هنزلها لكم على القناة كل شغلكم وطبعا هتبقوا اشتر مني وهتطلعوها احلى من الصينية اللي انا عاملها ديت ولو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسونيش بقى لايك وشير واشتراك في القناة علشان خاطر يوصلوكم مني كل جديد ان شاء الله باذن الله واخر حاجة هولها لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته